اشهد فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن عبدالله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتحة الإسلامي بالتوجيهات الملكية السامية بفتح المساجد والجوامع خلال شهر رمضان لجميع الفروض وصلاة الترويح مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لا ننسى أن نشكر جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السديدة بفتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وصلاتي الجمعة والترويح في شهر رمضان طبقاً لاشتراطات صحية محددة للحد من انتشار هذه الجائحة لإيمانه حفظه الله بدور العبادة في بناء وتطور المجتمعات وحفظ الأخلاق والقيم وزيادة التآلف والتقارب بين الجميع خصوصاً في شهر رمضان المبارك والشكر موصول أيضاً لفريق البحرين الوطني بقيادة سمو ولي العهد سلمان بن حمد حفظه الله وللقائمين على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولوزارة العدل والشؤون الإسلامية وللأوقافين السني والجعفري على جهودهم الكبيرة وسعيهم لفتح المساجد والجوامع جزى الله الجميع خير الجزاء وعجل الله برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد إنه على كل شيء قدير شكراً للمشاهدة